حضراتكم عارفين انه الحكومة خدت قرارات من شأنها انها تبدأ على مسألة ترشيد حكومي للطاقة طيب ايه هي مكتسبات هذا الترشيد ده سؤال السؤال التاني هو ترشيد الطاقة ده والطرق بتاعته بتتم ازاي سؤال ثالث حصلت في دول تانية قبل كده او بتحصل في دول تانية دلوقتي الاخره والتجارب دي شكلها ايه خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور مهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا دكتور منورنا الله يخليك فعلا مسألة ترشيد الطاقة اول سؤال كده هفكر في مسألة ترشيد الطاقة دي هل هو استحداث هل هو شيء مستجد هل هو اختراع مصري لا يفهم الترشيد جاية من رشد وهي يعني مجموعة اجراءات ادارية من شأنها الحفاظ على الطاقة دايما يعني الدعم اللي كان بيتم للطاقة خلال الحقبات السابقة دي قدت الى انعدام كفاءة استخدام الطاقة يعني دايما لما نولي الطاقة الطاقة دي هي العصب بتاع التنمية لأي دولة والتقدم والتطور وكل حاجة وابتدينا نسمع في الصناعة عن حاجة شمعوا مثلا البصمة الكربونية الماج ده ماجي انتيجو بستخدم كام واحدة الطاقة بتؤدي الى انبعاسات تؤدي ايه وهل انا رشيد في استخدامي للطاقة دي ولا قاعد سدحمدح كده قاعد احرق ابو بلاش كتر منه عندنا ربنا كرمنا بالغاز نحرقه يعني دايما الرشد في الاستخدام او في الاستعمال مهم جدا حضرتك تقدر نهارده تجيب عربية شوفوا ليه ولا كدلك اللي كنا بنجيبها من 30-40 سنة لانه دي بتستهلك بنزين بشكل مخيف مع ان ايام ساعة ما ابتدت العربيات دي ما كانتش النظرة دي موجودة النهاردة التدقيق المستمر في استخدامي للطاقة لانها مش ملكي يعني احنا مش ربنا كرمنا بحقول ظهر نقوم حرقنها كلها دي ملك اجيال دي ملك حق مكتسب الاجيال اللي جاية كمان ولازم يعني نحسن استخدام المتاح منها في وقتنا دا بدون منجور على حقوق ولادنا واحفادنا ولادهم واحفادهم نتيجة الدحم الفضيع الغير عقلاني واللي بيتام لحد دلوقتي على فكرة بس بصور اخرى ففيه اساءة كبيرة لاستخدامات الطاقة وانا جاي النهاردة يعني استوقفني منظر كده انا باجي من مدينة السادات يعني انا مقيم في مدينة السادات من بعض الثورة علشان يعني مصانعي وعلشان مزارعي وعشان شغلي كله هناك لقيت في المهندسين منظر غريب جدا وجايز حديد بتشوفه غيرنا بيشوفه لكن محدش حسبه لقيت محلات في المهندسين حطى البطيخة اللمبات البطيخة الكورة الكبيرة دي قدام المحل 7-8 لمبات حد حسب حسبة بسيطة كده اللمبات دي بتستهلك كهرباء قد ايه دي لمبات بنسميها حرارية بتستخدم الحرارة في انتاج الدوق بتلاقي ان اللمبة الواحدة من دول بتتراوح من 500 الالف وات لو اشتغلت يعني 7-8 ساعات يعني كده في 7-8 لمبات بنقدر نقول ان دي استهلاكها لا يقل عن توقن للتعريفة اللي نعرفها دلوقتي بعد الالف كيلوات ساعة هتستهلك لها في حدود 45-50 جنيه كهرباء في اليوم في اليوم بيجي صاحب المحل يقول وانا مالي انا اللي بدفع لا هو ده يقينا يقينا حضرتك ده ده بيدفع ولا دفع ولا اصلا موصل على العداد ده العداد موصل حاجة تانية وده ده بنسميها وصلات غير قانونية ومفروض يعني انا عاوز اقول ان الاختراقات هنا حضرتك اللي بتدفع تمانا وابنك اللي بدفع تمانا وانا اللي بدفع تمانا وكل المواطنين اللي بدفعوا تمانا عشان كده محتاجين الاعلام هنا ليه دور كبير جدا ووجهات الرقابية لازم يكون عندها بنسميها الفراسة الكبيرة ان الحاجات دي تتحسب ده انا لو مشيت وبصيت كده والحد امتى حضرتك في النجوع وفي القرى هتلاقي الباع الجائلين بالليل بالذات بولاء ورانا هنا حضرتك مشيت بالليل هنا طبعا يوهو سنين كمية اضاءات الاضاءة على فكرة في مصر بتستهلك 35% من كل الكهرباء اللي بننتجها الاضاءة بس بس 35% اه وما للصناعة بتستهلك ايه الصناعة للأسف كلها الصناعة كلها بتستهلك يعني 27-28 المفروض يبقى العكس ومش بس العكس يعني الفروض على الاسطناعة بتستهلك 50% الاضاءة داخل الصناعة هي تقريبا في حدود الثمانية في المية لكن الاضاءة داخل المنازل كمية كبيرة جدا كمية كبيرة قوي والاضاءة انت عارف ليها ايمباكت ليها تأثير مباشر على التكييف مثلا طبعا يعني لو جبت لمبات حرارية من اللي بتسخن هتسخن لي فهو بتقلل كفاءة التكييف وبتحتاج قدرات اعلى واستهلك تقى اكتر تمام فمهم جدا ان احنا نعرف في الوضع اللي احنا فيه وهو وضع استثنائي قضية طول نتيجة استمرار الحرب ودخول اطراف اخرى من الحرب يعني اطراف اخرى في الحروب الحرب العالمية التالتة ابتدت يعني يجد عن ودخول اطراف اخرى معنى استمرارية الوضع دوت فده بيدينا افضلية احنا عندنا خير كتير النهاردة الغاز الطبيعي المليون واحدة حارية بتاعته بنقدر نصدرها بتلاتين دولار او اربعة وثلاثين النهاردة ممكن يبقى ستة وثلاثين لكن ده مش هستمر هل يا فندم منطقي ان احنا نروح نتزلل واسمح لقول اللفظ ده للبنك الدولي عشان ناخد خمسة مليار عشان نسد بعض احتياجاتنا ولا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة ده قطعا ده نمرة واحد نمرة اتنين هي حتى لو احنا ما عندناش او لو ما فيش في العالم ازمات اقتصادية يمكن اي حد اسعده الحظ بانه يسافر ويشوف بلاد الدنيا بيلاقي انه استهلاكاتهم للطاقة في حدود الحدود يعني الاضاءة في اي شارع في ادخن عاصمة او في ادخن مدينة كبرى بتخفض تدريجيا بحيث انها بتيجي على بعد الساعة 10 بالليل بتوصل للحد الادنى لما فيش فيها هزار ده ده اجراء ده اجراء تقني وبحيي حضرتك عليه وموجود في المصرع فكرة ورخيص جدا ولكن لا يتم استخدامه لان في بعض العقول تقول الاضاءة يعني بهاء وجمال يا جماعة ما الاضاءة دي بتحرق هل انا محتاج في الشوارع بعد الساعة 10 او 11 ده بحيي تفضلت ان سقف الاضاءة يبقى يعني مبهر بالطريقة دي عشان كده الحكومة قالت هنخفض كل هدي المستهلكات شوارع وميادين وما بين